ميزان القوى الناتج من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية رسم فعليا تشكيلة الجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة وفقا لاستطلاعات الرأي وتقديرات المحللين السياسيين والإعلام يتوزع توازن القوى فيها قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بين ثلاث قوى تحظى بـ 75% من نيات التصويت وهي الأغلبية الرئاسية تحت راية النهضة ومضم وآفاق بـ 28% الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد ويضم فرنسا غير الخاضعة والبيئة والحزبين الاشتراكي والشيوعي بـ 27% والتجمع الوطني أي اليمين القومي بـ 21% بينما يحوز حزب إيريك زمور المتطرف 6% هذا التوازن المرتقب للقوى السياسية لا يترك مجالا للمنافسة كما توحي المعطيات يبدو أن كل من الأقطاب الثلاثة الذين أفرزتهم الانتخابات الرئاسية يهيمن بقوة على الفضاء السياسي الفرنسي وبحسب أحد استطلاعات الرأي فإن غالبية الناخبين اليساريين سيصوتون لمرشحي الاتحاد مع ملاحظة لمتابعين للتحالف تفيد بأن الاشتراكيين والشيوعيين هم الأقل اقتناعا بالتحالف بفعل وجود الكثير من التناقضات البرنامجية بين أعضائه من جانبها مارين لوبان أيضا قد تحظى بـ 80% من أصوات ناخبيها في الرئاسيات ويجري توزيع الباقي بالتساوي بين الأطراف السياسيين الآخرين استطلاعات الرأي رجحت إمكانية بلوغ الأغلبية الرئاسية لعتبة المطلوبة داخل الجمعية الوطنية لتأمين النصاب والثقة لأي حكومة مع 190 إلى 330 مقعدا وحصول الاتحاد اليساري على 165 إلى 195 مقعدا وحزب لوبان على 20 إلى 45 مقعدا